صباح الخير مشاهدين الكرام وصباح الخير على كل من يتابعنا في صباح الشرقية يبدأ الصباح بأمنيات وآمال جديدة نسعى إلى تحقيقها عبر العمل المجد لنصل إلى بوابة الأهداف المحققة بإذن الله وفي البداية أكيد أصبح على زميلتي عايشة صبحت الله بالخير عايشة وصباح إن شاء الله انطلاقة جديدة بإذن الله صباح النور والسرور يا مريم وأيضا أصبح على المشاهدين حياكم الله معانا مشاهدينا وصباح مليء بالإنجاز الجديد في كل يوم صباحكم إنجازات مميزة وصباحكم إن شاء الله راح يكون مميز بصحبة برنامج صباح الشرقية عنا الكثير من الضيوف المميزين ومتنوعين إن شاء الله وفي البداية مريم شراتي نعرف المشاهدين بالعناوين اللي بيترافقنا اليوم طبعا أكيد ياسر يحب الجامعة مبادرة مجتمعية برنامج الرؤية العصرية للتطوير الإداري لجنة المشاهدة تقيم عروض مسرحيات القصيرة طبعا ما شاء الله يعني عنا الكثير من المواضيع المتنوعة وبيكون إن شاء الله عنا أيضا ضيوف مميزين مشاهدينا راح تتعرفون عليهم على مواضيعهم أيضا المميزة من خلال متابعتكم لنا في هذا الصباح والشيء الحلو والشيء المميز لنحن دايما نحب نبتدي في صباحنا هو أن نحن نتعرف على أخبار دولتنا الحبيبة من مجموعة من الصحف الرسمية الإماراتية نحن نعرف المشاهدين يا مريم على الأخبار أكيد اليوم نبتدي معكم مشاهدين الكرام جولتنا الصباحية وفي أخبار دولة الإمارات بشكل عام نبتدي أهم من صحيفة الخليج لهذا اليوم واخترنا لكم إحدى الأخبار المميزة الصباحية تنفيذي الشارقة يصدر قرارا بتعديل نظام التأمين الصحي ترأس سمو الشيء سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمكتب سمو الحاكم تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة والموافقة على جملة من القرارات بما يصب في خدمة التنمية الشاملة ويحقق رؤية إمارة الشارقة وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اعتمد المجلس التوصيات المقدمة من دائرة الموارد البشرية حول عدد من موظفي حكومة الشارقة الملتحقين بالدراسات العلية في جامعات متنوعة حول العالم والتي من شأنها دعم مسيرتهم العلمية وتطوير معارفهم ومؤهلاتهم بما يخدم تأدية مهامهم الوظيفية وأصدر المجلس القرار رقم 26 لسنة 2019 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي في إمارة الشارقة ويتضمن القرار عدا من المواد القانونية التي تنظم العمل في نظام التأمين الصحي وحفظ حقوق المستفيدين منه أكيد تنفيذي الشارقة دائما يستر أو يعتمد القرارات التي تخدم مصلحة المواطن ومصلحة الموظفة وأكيد هناك عديد من القرارات تم تنفيذها من خلال أو تم اعتمادها في تنفيذي الشارقة منها موظفي حكومة الشارقة والإطلاع على كل ما يختص بهم من خلال الملتحقين بالدراسات العلية في جامعات مختلفة حول العالم وأيضا نظام التأمين الصحي أكيد هناك بعض التعديلات ستكون بالنسبة لنظام التأمين الصحي والأهم من ذلك أيضا مشروع تأهيل السوق القديم في مدينة خرفكان أكيد هذا المكان الأثري القديم التاريخي في مدينة خرفكان في الفترة الأخيرة تم افتتاحها على أيادي كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والمكان عيش في خرفكان صار جدا جميل بالمباني التي تم ترميمها والمحلات التجارية تم ترميمها بطريقة تراثية فصار المكان جدا جميل ونشوفه دايما مزدحم خصوصا أيضا في نهاية الأسبوع أيضا نشوف في زياراتها من خارج مدينة خرفكان فبالتالي أيضا سوف يقومون بإذن الله بتأهيل المباني القريبة من السوق القديم فأعتقد المنطقة ستكون بإذن الله منطقة مميزة في مدينة خرفكان أكيد مريم السوق القديم في خرفكان أصبح من الأماكن الجميلة والأماكن السياحية التي تزدحم صراحة طوال الأسبوع يكون هناك في ازدحام ومكان مميز للواحد يستمتع بالأشياء الأثرية والمباني المعمارية القديمة وحلولا نحن أيضا نعرف أبنائنا بالحياة الأولية كيف كانت ونستحبهم لمثل هذه الأماكن بحيث أنهم يعيشون شوي الحياة اللي عاشوها الآباء والأجداد حقيقتا مجرد منزور هذا المكان نعيش أو نرجع لفترة معينة من الزمن نعيش كيف كانوا آبائنا ومهاتنا كانوا عايشين في هذا المكان فلفتة جميلة صراحة من صاحب السبو ننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى خبر آخر أيضا بنفس الصحيفة صحيفة الخليج منتدى في الشارقة يناقش الإعلام المسؤول وأمن الطفل أكثر من مئة من ممثلي الإدارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل والأسرة والعمل التربوي والثقافي والمجتمعي والإعلاميين الصحفيين في دولة الإمارات شاركوا في منتدى سلامة الطفل الأول الذي تنظمه إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الذي أقيم صباح أمس برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمشاركة ثمن جهات حكومية وبشراكة استراتيجية من المجلس الوطني للإعلام ووزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة الاتحادية وتحت شعار إعلام مسؤول طفل آمن قالت هنادي اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل في كلمتها الافتتاحية نعمل على أن يكون هذا المنتدى سنويا لمناقشة أبرز التحولات والظواهر والتحديات الخاصة بسلامة أطفالنا ونبلور خططا مستقبلية لتذليل العقبات أمام تحقيق أهدافنا المشتركة سلامة كل طفل في الشارقة والإمارات وأضافت بهدف المنتدى أو يهدف المنتدى إلى تعزيز مكان الدولة الإمارات إعلاميا بما يختص بتناول قضايا وأخبار الأطفال وترسيخ قيم احترام حقوقهم وكرامتهم وحماية الهوية الشخصية وضمان الحق في الخصوصية أكيد دائما تعمل إدارة سلامة الطفل في إمارة الشارقة وهي المعنية بكل الجوانب الأمنية لسلامة الطفل وكانت هناك الكثير حقيقة من المنتديات والدورات والمحاضرات التي تعنى بسلامة الطفل في إمارة الشارقة بتعاون مع جميع الجهات وأيضا اليوم نشوف العنوان هو الإعلام المسؤول وأمن الطفل الأكيد الإعلام يعانيش هو مسؤول في نقل جميع قضايا المجتمع من خلال مختلف الوسائل الإعلامية وخصوصا ممكن نقول اليوم مجرد ما صورة تنتشر لطفل معين يحمل قضية معينة سواء كان في صحيفة أو أي وسيلة ممكن قد تكون تحمل بعض السلبيات لهذا الطفل ولأسرته أيضا فلابد أن الإعلام يكون أكيد هادف وخصوصا بالنسبة للصحفي لازم يحمل هذه المسؤولية بنقل صورة جيدة ومناسبة لكل قضية معينة فاليوم نقول هي ليست مسؤولية إعلامية خالصة بل هي مسؤولية المجتمع بمؤسساته وكياناته أكيد يا مريم نحن مثل ما نشوف في الآون الأخيرة كثرة المنتديات والبرامج والأنشطة التي تهتم بالأسرة والطفل لأننا نعرف أن الطفل هو أساس المجتمع وهو ثروة للمستقبل ودائما حكومة الشرقة تهتم بتهيئة الطفل وتنشئة الطفل النشأة الصحيحة ونحن دائما نعرف أن الإعلام سلاح ذو حدين الواحد لازم يوعي الأطفال بالاستخدام الصحيح لهذه المنصات الإعلامية وماشاء الله حكومة الشرقة دائما تسعى إلى وضع بعض المبادئ والأسس التي من خلالها تعمل على تحفيز الإعلام طعم مشاهدين هذه كانت الأخبار المميزة لمريم من صحيفة الخليج وأيضا لدينا عدد كبير ومميز من الأخبار المميزة لدولتنا الحبيبة وعندي مجموعة من الأخبار من صحيفة الاتحاد وخبري الأول من صحيفة الاتحاد أنا دائما أضيع ليما أدور الخبار ويطلع للخبار الخبار اللون مشاهدين انعقد بمشاركة دور متخصصة ومؤسسات ريادة الأعمال مقهى النشر الإبداعي يبحث فرص المستثمرين الشباب انطلق أمس ثراثا للمرة الأولى في الشارقة مقهى النشر الإبداعي الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب من السابع عشر وحتى الثاني والعشرون من سبتمبر الجاري في مقر الشارقة للنشر بمشاركة نخبة من دور النشر المتخصصة ومؤسسات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك احتفاءا بلقب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 حضر الافتتاح أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب وحمد المحمود مدير مؤسسة رواد وسالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر وبدر محمد المنسق العام لمقهى النشر الإبداعي ويشارك في هذا الحدث عدد من دور النشر المتخصصة أبرزها دار كتاب وبيت الكتب ومكتبات الشارقة ومداد وملهمون وشراع للنشر كما يقام بمشاركة نخبة من الجهات الداعمة التي تشمل كلا من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد طبعا مقهى النشر الإبداعي وهذه الأمور التي تهتم بثقافة وتهتم بالكتاب تأتي ضمن ترجمة لرؤى سمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويرعاه ومقهى النشر الإبداعي توقع من الأفكار المميزة التي ستكون فيها مكان مفتوح الجمعون في الأسر والأصدقاء بنفس الوقت تعطيهم فرصة أنهم يطلعون على الكتب المتنوعة فتوقع ستكون تجربة مميزة وتجربة فيها شوي إثراء للكتب والمعرفة وما بغريب طبعا على هيئة الشارقة للكتاب أنها دائما تطرح مثل هذه المبادرات المميزة التي من خلالها تسعى إلى نشر الثقافة أيضا بطرق وأساليب متطورة أكيد وأيضا هذا ليس بالغريب على إمارة الشارقة فهي العاصمة العالمية للكتاب وأيضا يمكن أن نطلع في الأيام القادمة بإذن الله معرض الشارقة الدولي هذا المعرض الضخم الذي يحمل زخم كبير من ناحية الثقافة والأدب وأيضا حاضن لكل من يتملي الأدب والقراءة والثقافة وهو حدث عالمي مهم في إمارة الشارقة فهذا ليس بالغريب على إمارة الشارقة أكيد يا مريم راح يكون هو عرس ثقافي نحن كنا نعرف أن الكتاب هو ركيزة أولى لبناء المجتمعات والارتقاء بها هذا هو كان الخبر الأول مشاهدين راح أنتقل معكم للخبر الثاني من نفس الصحيفة وخبرنا الثاني 97 حكواتيا في الشارقة للراوي أعلن الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث عن مشاركة 43 دولة عربية وأجنبية في الدورة التاسع عشر من ملتقى الشارقة الدولي للراوي والذي سينطلق في الرابع والعشرون من سبتمبر الجاري ويستمر على مدار ثلاث أيام بمركز أكسبو الشارقة وأوضح المسلم خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المعهد أمس أن شعار الملتقى هذا العام هو ألف ليلة وليلة بمشاركة من 97 مشاركة من خبراء وباحثين وحكواتيين وإعلاميين كاشفا عن ضيف شرف هذه النسخة هو جمهورية إيطاليا طبعا أشار البرنامج أن هذا الملتقى يتسميء التنوع الهائل في برنامجه ويضم مقاهي ثقافية وندوات علمية وحلقة شبابية وورشة التراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمجاورة الحكائية في نسختها الثانية طبعا الشارقة للراوي نحن نعرف دائما في دورة في كل دورة من دوراته يكون ملتقى مميز وفيه عدد من المهتمين للثقافة والحكوات طبعا هذا الملتقى سيتميز مشاهدين بالتنوع وأيضا الإبداع وفيه الكثير من الإضافات الجديدة والجميل في هذه النسخة أنه سيكون عنوان ألف ليلة وليلة والشيء المميز أيضا سيكون فيه استكمال للفصل الأخير من كتاب ألف ليلة وليلة وكنا نحن نعرف أن ألف ليلة وليلة من الرواعي الأدبية والعالمية المميزة لكل الأشخاص يمظهرون فيها طبعا كانت هذه جملة من الأخبار الصباحية مشاهديننا من بعد هذه الجولة السريعة في الصحف الرسمية لدولة الإمارات ننتقل معكم لنتعرف على درجات الحرارة وحارة التقص في المنطقة الشرقية وباقي إمارات دولتنا الحبيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شفنا معكم مشاهدينا وتعرفنا على درجات الحرارة وحارة الطقس والحين بنتوقف لفاصل قصير ونرجع بعد هذا الفاصل نواصل معكم مشاهدينا خلكم معنا حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم من يديد ورجعنا بعد هذه الوقفة القصيرة مستكبلينا معكم برنامج الصباح الشرقية طبعا المشاهدينا تعتبر المبادرات المجتمعية من الأمور التي يتكاتف بها أفراد المجتمع وتعمل تلك المبادرات على خدمة فئات مختلفة في المجتمع ضمن العديد من الورش والفعاليات المختلفة وضمن هذه المبادرات مبادرة ياسر يحب الجامعة أحد أبرز المبادرات الموجهة لطلاب الجامعة سنتكلم أكثر عن هذه المبادرة مع ضيفنا اليوم في الستيديو ياسر محمد أحمد مؤسس مبادرة ياسر يحب الجامعة صبحك الله بالخير يا ياسر ويا مرحبا بك معنا اليوم صبحك الله بمشهر وأتشرف بتواجدي بينكم طبعا دايما الأشخاص المبادرين في المجتمع والمتطوعين واللي قدموا مبادرات مميزة حقيقة أنا جدا أسعد فيهم وأكيد سعيدين تواجدك اليوم معنا نتكلم عن مبادرة كانت في البداية بشكل فردي ثم طورت هذه المبادرة وتم التنسيق بيها مع الجهات المعنية حتى تكون مبادرة مميزة في جامعة الشارقة كيف قمت بهذه المبادرة ياسر وينيتك الفكرة؟ طبعا أنا أتشرف تواجد بينكم اليوم وهذا تشريف فعلا لأن أول ظهور لي على التلفزيون بإسم ياسر أحب الجامعة كان من خلال شاشة الشرقية فإن شاء الله لما نوصل للمستوى العالمي نقول لهم بدينا مع قناة الشرقية بالنسبة لي كطالب جامعي في 2012 بديت في جامعة الإمارات كان تحدي كبير الانتقال من الحياة في المدرسة إلى الحياة في الجامعة تبتعد عن أهلك تبدأ مسؤولياتك شوي تزيد وتركيزك على نفسك وعلى دراستك يكون أنت تحمل الجزء الأكبر منه فهذا الحمل حقيقة ممكن للطلب الجامعيين يكونوا قادرين على أنهم يتحكمون فيه أضيفي إلى ذلك موضوع اختيار تخصص أنا مثلاً واحد من الناس اللي دخلت هندسة أول شيء ما كتشفت نفسي في الهندسة فاضطريت أني أحول موضوع التحويل هذا يعني عملية تحويل مو أنك تحول باتر اليوم هندسة وباتر يمكن لها الدراسة يمكن لها السبب أيضاً أنت خليت هذه المبادرة تكون موجهة للطلبة الجدد في الجامعة بكل تأكيد نحن عادة نستهدف الجدد مع كل دفعة جديدة تدخل سواء جامعة المعارات أو أي جامعة أخرى حالياً نحن طلعنا من إطار جامعة المعارات نحاول قدر الإمكان أن نفهم الطلبة أن تخصصك ضروري جداً أنت تكون المسؤول والقرار الأخير قرارك فحتى لو مثلاً كان أهلك لهم رأي معين السوق له رأي معين ونكون بداية لمشوارها المستقبل أيضاً أنت لازم تأخذ بعين الاعتبار كل الأشياء التي يحولك سوق العمل أهلك رابط الشخصية لذلك أتت هذه المبادرة نعم أنا لما واجهت هذه الصعوبات حسيت أن لا أنا لازم أكون بعد عندي زمان المبادرة وأكلم الطلبة وأقولهم كيف يبدون وكيف ينتهون بعد ما شاء الله لو نتكلم أكثر عن هذه المبادرة ياسر متى يتكهي الفكرة وما شاء الله وعلى طول طبقتها أكلمنا شوي عن مراحل تطبيق هذه المبادرة مع الجهات المعينة اللي كانت مشاركة معاكم وساندلك في هذه المبادرة نعم طبعاً أنا دخلت الجامعة في 2012 خذيت وقت لما صحيت للواقع اليديد اللي أنا فيه في 2013-2014 تقريباً بديت هاي المبادرة على تويتر وما زالت إلى اليوم على تويتر طبعاً بديت بروحي تقريباً ثلاث سنوات كان كل اللي أسويه وصناعة محتوى عن الحياة الجامعية أصور فيديوهات أقدم نصائح للطلبة لما بديت شوي تقدر تقولي ألفة نظر الناس اللي في الجامعة طلبة مسؤولين ذكاتر وما إلى ذلك فصار يبدأ التعاون ولو في البداية بشكل عفوي بس في النهاية يعني بعد ما ثلاث أربع سنوات احتجت فريق كونت فريق ويحتاج وقت أكيد طبعاً يحتاج إقناع أيضاً جهات معينة بلا شك أنت توصل لمرحلة ما شاء الله يكلمونك مثلاً عندنا هاي الفعالية حط إعلانها عندنا الضيف الفلان يبيي الجامعة يكلم الناس عنه فتبدأ أنت خلاص أنت تدخل في دائرة لا تنتهي طبعاً بثقت الناس اللي يتابعونك والحمد لله يعني بعد ما تخرجت الحين تخرج من سنة ونصد قريباً أو أكثر ما زلت على نفس المنوال والحمد لله رب العالم والفريق كل ما ياله وكل ما زادت أيضاً أعضاء أكيد وبعد بدنا نأخذ من جامعات ثانية غير جامعة حلو يعني ما مقتصرني على جامعة معينة نعم في الجامعة القاسمية في جامعة الشارقة جامعة زايد جامعة خليفة يعني هاي الجامعات الحمد لله في طلاب صاروا أصدقاء بعد بما أنك احتكيت شوي بالطلبة الجدد ياسر خبرنا عن الصعوبات اللي هم يواجهونها خاصة إذا كان في أول سمستر اللي هم في الجامعة طبعاً حسب الجامعة يختلف التحدي لكن أكثر تعاملي مع الطلبة اللي مثلاً في الجامعة والسكن هذول ركزوا إياهم لأنه مثلاً ينتقل من إمارة هي غربة هي غربة فلازم أنه يبدأ يعتمد على نفسه شوي طبعاً ما شاء الله الجامعات مفرق كل شي بس يبدأ البعد النفسي وأنه مثلاً أنا أشتاق لأهلي وأنا مثلاً عندي وقت فراغ تبير تغيير كامل في حياة جديدة بحد ذاتها أكبر تحدي نواجهها نحن كطلبة في الجامعات وقت الفراغ وقت الفراغ إذا ما استغلتها بطريقة صحيحة هو رح يستغلك بطريقة غير صحيحة فنحن دائماً نركز على أن الحياة الجامعية مبس محاضرات مبس التزام أكاديمي فيه فعاليات بالضبط هي حياة كاملة فيه أصدقاء فيه ورش عمل محاضرات تدريب متنفس أيضاً ترفيه أكيد أكيد رياضة كل شي أعيب متى تبدأ هذه المبادرة في كل عام ياسر متى تبدأ فيها فعاليات أو أنشطتها أو ممكن تدخل فيها وتستهدف فيها الطلبة الجدد والله عادة نحن مستمرين على طوال العام لكن دائماً في عندنا مثلاً فترة الذروة مع بداية كل فصل لما يكون فيه طلبة مستجدين نحاول قد ما نقدر نضخ أكثر محتوى في وسائل التواصل وممكن نكون أيضاً في الفصول الأخرى يكون فيه ملتحقين جدد طلبة جدد بلا شك أكيد مع بداية كل فصل نحن نبدأ وخلنا نقول مثلاً خلال إجازة الصيفية نبدأ نركز على أمور شوي في الصيف تستوي مثلاً الأكاديمية الصيفية مشاركة تغالين على مدار السنة على مدار السنة تحلو يعني ياسر غير أنك أنت تعطي شوي جرعة من الإيجابية والحماسية للطلبة الجدد في الجامعة تنظم بعض المسابقات اللي من خلال هذه المسابقات تحفزهم على المشاركة أيضاً معك في هذه المبادرات فعطنا شوي الأساليب اللي من خلالها يعني تثير الفضول عند الطلبة بحيث أنهم يشاركوا معك في هذه المبادرات طبعاً الأمثلة كثيرة الحياة الجامعية مليئة بالمفاجآت الجميلة ومليئة بالتحديات فأنت دائماً تحاول قد ما تقدر تستغل هذه الأشياء بطريقة صحيحة بأنك أنت تصنع محتوى وبنفس الوقت تشارك الناس هذا المحتوى يعني آخر مسابقة سويتها كانت تصوير فيلم قصير عن حياتك اليومية في الجامعة فأنت مثلاً كطالب جامعي تروح تصور مثلاً القهوة الصبح تصور أنا طالع من السكن رايح بالسيارة والمسابقات اللي يستمتع فيها الطالب المشاركة طبعاً لأنه حاب يشارك الناس هذا الشي وأنت يعني فلاني أعطيني وفلاني أعطيني وفلاني أعطيني فيديو فلما حتى الناس يشوفونه يصير مشاركة أكبر مشاركة حتى في الحياة في طبيعة الحياة أنا كيف ممكن أمارس هذه أخذ فكرة مثلاً من الطالب الثاني بالضبط بالضبط فيه ناس مثلاً يصورون فعالياتهم يصورون لما يروحون للجمع أو الصالة الرياضية وسطني مشاركات سعودية من الكويت يعني رغم أني أنا في الإمارات بس ما شاء الله الناس تحمل بس هلت جامعات تتوسع للدول الأخرى؟ والله أنا أباوي دائماً مستوحة حتى جامعات دولة الإمارات نقدر نوح أن جامعة دولة الإمارات بتنوحها فيها كثير من الجاليات المختلفة التي تدرس أيضاً وبالتالي هذا ممكن ينقل الثقافة خارج دولة الإمارات بلا شك حتى نحن مع عام التسامح مع مبادرات عام التسامح دائماً نحاول قدر الإمكان نشرك لهم الجاليات وأخواننا نطلب الدوليين لأن جامعتنا فيها تقريباً 50 دولة يعني 50 طالب من 50 دولة مختلفة طيب اليوم ما شاء الله أنت وصلت لهالمراحل المتقدمة في هذه المبادرة فأكيد كونت لك فريق جداً مميز وكبير نقدر نقول وما أهمية أن الشخص يحمل هذه المسؤولية أنت من ناحية أن تجربة عشتها فحبيت أن الآخرين تعيقهم هذه التجربة أو يخذون فيها تجربة قاسية ممكن تكون بعض الشيء فأهمية أن الشخص يحمل هذه المسؤولية لنقلها للأشخاص الآخرين وأيضاً المجموعة الكبيرة التي كونتها اليوم والله أنا أحب أشكر فريقي طبعاً بلا شك أنا أتمنى أنهم كانوا موجودين اليوم لكنهم كلهم طلبة جميلة كلمة فريقي دائماً الشخص يعني يعتزي بالمجموعة كل جهد فريقي يعني أنا ما أنسب رغم أن المبادرة باسمي لكن ما أنسب أي جهد فيها لي أنا شخصياً لأن أحياناً شيء بسيط ممكن فكرة بسيطة يعطونك ياها الطلبة أو الفريق أو من حتى من خارج الفريق وطلع منها وائد أشياء يعني مثلاً أمس طلاب جامعة الشارقة مسوين مجموعة على الواتساب أن يوم يكون في موقف فاضي في مكان ما في الجامعة أرسل في هذا المجموعة عشان نعرف لأنه ممخصري جميل صحيح فهذه الفكرة مجرد أني أنا بس غردت عنها جامعة الإمارات الطلاب تفاعلوا جامعات مثل زايد وخليفة قالوا نحن محتاجين هالفكرة فدائماً يلفتون نظرك بشيء بسيط أنت تغرد عنه يصير أنت حلقة وصل بين الجامعات وبين الطلبة جميل أيضاً أيضاً ياسر يعني غير المبادرات اللي نحن تعرفنا عليها من خلالك قبله شوي عندك بعض المسابقات اللي أنت يعني تربطها شوي بالمجال الدراسي للطلبة نعم فخبرنا شوي عن هذه المسابقات والهدف من وراها نحن دائماً نحاول قدر الإمكان الطالب في النهاية وجوده في الجامعة يعني هو في النهاية يدرس فما نفصله كلياً عن حياة الدراسية نقدر نشجع الطالب في تخصصه وبنفس الوقت نحفز أنه يتكلم عن هذا التخصص فأنا مرة من المرات سويت مسابقة للطلاب مثلاً يكلمني عن تخصصك أفضل واحد يقدم للناس فيديو أو صور أو محتوى يفهم الناس تخصصه في تخصصات نحن ما نفهمها حين بتكلمين عن تخصص معي وجميلة أيضاً هذه المسابقات يعني في كثير من الطلبة وخاصة الخريجين أو أحياناً يصابون بالخجل أنا مثلاً ما قدر أكلم عن تخصصي التفصيلي في الطب مثلاً أو في الهندسة بس أنا حاب أعرف فأنا أطلب من الطلبة أن نتكلم عن تخصصاتكم وبطريقة تحفيزية وتعطون فكرة أيضاً للطلبة الجدد يعني بالتخصصات الكثيرة الموجودة في الجامعة يعني ما شاء الله نشوف هذه المبادرة هي مبادرة مساندة لشؤون الطلبة والطلبات في الجامعة في أي جامعة لأنهم المهتمين بشؤون الطلبة وإحتياجاتهم وممكن هذه التحديات التي يواجهونها مع بداية كل عام أو خلال العام بشكل عام فاليوم سعيدين جداً بتواجدك معنا ياسر من خلال هذه المبادرة مبادرة ياسر يحب الجامعة شكراً على هذه الجهود التي تقدمها لكل الطلبة وأكيد اليوم ياسر بالنسبة لهم علم مشهور في مجال دعم الطلبة شكراً جزيلاً على الاستضافة يعطيك العافية نتمنى لك إن شاء الله التوفيج في كل المبادرات المستقبلية شوف إن شاء الله مبادرات أخرى إن شاء الله وإذا حد يحب يتواصل معنا نحن 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 من أي جامعة في الإمارات خارج الإمارات يعطيك العافية ما تقصر ياسر شكراً لك طبعاً مشاهدين أكيد من بعد هذه المبادرة الجميلة ننتقل معاكم إلى جانب آخر تستمر البرامج التطويرية للموظفين من جوانب مختلفة لذلك نظمت دائرة الموارد البشرية فرع مدينة كلباء برنامج التطوير الإداري بمحاور إبداعية في مجال الإدارة نتابع التفاصيل في التقرير التالي نظمت إدارة الموارد البشرية بمدينة كلباء البرنامج التدريبي بعنوان الرؤية العصرية للتطوير الإداري والتي تستهدف مجموعة من موظفية دوائر الحكومية بتقديم الدكتور السيد أحمد لاشين محاضر ومدرب في إدارة الموارد البشرية برنامج اليوم برنامج الرؤية العصرية للتطوير الإداري إدارة الموارد البشرية بكلباء قائمة على تنظيم فعاليات البرنامج والحمد لله تم البرنامج بكفاءة كان البرنامج بيتكلم عن التطوير الإداري استنادا للرؤية اللي تبناتها دولة الإمارات بواجهة عام ورؤية الشيخ سلطان حفظ الله بالتطوير والاستثمار في العنصر البشري والتمييز المؤسسي وبناء من هذه الرؤية تم وضع برنامج يخدم تحقيق هدف التمييز المؤسسي من خلال التطوير الإداري تضمن البرنامج عدة محاور منها طرق التفكير الإبداعي تنفيذ الأفكار الإبداعية والقيادة نحو التطور والتمييز المؤسسي كما يسعى هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بأهم الأساليب للتطوير الإداري والتمييز المؤسسي عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية التي تساعدهم على تدفق الأفكار بحرية وإنسيابية لتكوين شخصية متميزة والتي ستعمل على خلق الأفكار الإبداعية البناء للمنظومة الإدارية الحديثة للوصول إلى التمييز المؤسسي البرنامج عبارة عن مجموعة من النصائح التي تم تطبيقها فعليا حول مقاومات الاتصال الناجح والمؤثر واكتشاف المهارات والقدرات الإبداعية لدى العاملين يهدف البرنامج إلى القدرة على التكوين وإدارة فرق العمل مع أحد المداخل المعاصرة في التطوير الإداري وإكساب المشاركين مهارات القيادة المتميزة والوصول بفريق العمل إلى الأداء المتميز والتعرف على أساليب التفكير الإبداعي والابتكاري وطرق توفير بيئة العمل الإبداعية طبعا مشاهدين في البداية كل الشكر لدائرة الموارد البشرية فرع كلبا ولكل الفروع في مارة الشارقة والمنطقة الشرقية تسعى دائما على طرح هذه الدورات والورش التي من خلالها تسعى دائما إلى توعية الموظفين وطرح بعض الأفكار الإبداعية فالله يقويهم ويعطيهم ألف عافية على جميع المبادرات والدورات ومن بعد هذا التقرير المشاهدين سنتوقف معكم لفاصل قصير ونرجع بعد نواصل خلكم معنا رحب فيكم من جديد مشاهدين كرام ومستمرين معكم في صباح الشرقية بفقرات وتقارير المتنوعة افتتحت بالأمس لجنة مشاهدة عروض المسرحيات القصيرة في مدينة كلباء لتقييم العروض التي سوف تعرض في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة تستمر لجنة مشاهدة واختيار عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته الثامنة في مركز كلباء الثقافي بحضور أعضاء اللجنة وهم الممثل والمخرج الإماراتي إبراهيم القحومي والفنان التونسي يوسف البحري والفنان السورية أمال حويجا وذلك لتقييم العروض المقدمة لتأهلها في المهرجان في هذا العام نشاط وحيوية ملفتة عند الشباب والصبايا وفي شيء ملفت أيضا هو دخولهم إلى عالم المسرح العالمي وتلمسهم لنصوص مهمة ومعروفة عالميا هذا كتير مهم نشوف مواهب شباب حلوين وصبايا نعتبر هذه الزهور التي تابعنا بعضهم في المسرح المدرسي تابعنا بعضهم في الكشافة تابعناهم هوات في أماكن أخرى الآن الثمر تقطف وهذا شيء جميل وأتمنى لهم التوفيق يا رب تمحورت العروض المقامة على أربعة مسرحيات تم تقديمها ومنها صائد طيور الجحيم للمخرج شعبان بن سبيت وتمحورت حول تقاليد لفن النو لدى الشعب الياباني أما العرض الآخر كان بعنوان هل أنت موجود يا مستر جونز للمخرجة هناء محمد مرسي أعرف كنت بنفسي أنا كنت المذيع وكنت دائماً أقول أشياء يعني إذا المحامي ومستر هاري جونز كانوا يعني يتشاجروا مع بعض وأنا أهديهم ومثلاً المحامي يعني يقول لي أهدي مستر هاري جونز أنه يعني ما يتردد بالكلام ماي ومسرحية العطش مختبس النص من مسرحية الجوع والعطش للمؤلف يوجين بونيسكو وإخراج يوسف خالد المغني ومسرحية إرحمني يا شيكسبير من رواية عطيل للمؤلف شيكسبير والمخرج محمد جمعة بدأت مع مجموعة من الشباب بالعمل على تجربة مفهوم المخرج وعلاقة عناصر العرض المسرحي مع بعضها يعني في التجربة المسرحية يعني بالعمل كان فيه أدة مستويات من الشباب في بعضهم عنده بعض الخبرة عندهم عدة تجارب باعتبر أنه هذا المهرجان هذا يعني المهرجان الثامن للمسرحيات القصيرة والبعض كان لأول مرة بيشارك وبالتالي يعني حاولنا أنه قدر الإمكان يكون فيه مسارين بالعمل مسار يتعلق بالشباب يلي لأول مرة بيخضعوا لتجربة من هذا النوع ومسار آخر هو مع الشباب يلي لديهم خبرة أكبر ينشط المهرجان الساحة المسرحية في المنطقة الشرقية ويساعد على رفض الحركة المسرحية الإماراتية بطاقات شبابية جديدة في الإخراج المسرحي وما يميز المهرجان أنه يقدم عروضه باللقة العربية الفصحى تابعنا معكم مشاهدين هذا التقرير ومتواصلين معكم في هذه الفقرات ويعتبر مشاهدين الوصول إلى القمة إنجاز ويطمح الشباب الإماراتي إلى تحقيق بهمة عالية ومتابعة من الجهات والدوائر الرياضية فتتوفر المساحة العريضة للشباب بمشاركة عالمية للوصول إلى ذلك الإنجاز ويشرف اسم الإمارات تحقيق شبابها للوصول إلى إنجاز جديد ورفع راية أو وصول فريق إماراتي شبابي إلى قمة جبال كليمنجارو وضمن هذا الفريق منتسبات سجايا الشارقة اللواتي رفعنا علم الدولة على أعلى هذه القمة الحديث أكثر عن هذا الإنجاز يسعدنا نرحب بالبطلة جميلة حسن الزعافي متسلقة قمة جبال كليمنجارو طبعا في البداية نصفح لك بالخير بطلتنا حينما نعرف نقول بطلتنا أو مذيعتنا هي أيضا جميلة معنا وكل شيء مطمئة صباح كم الله بالنور والسرور وطبعا يشرفني أننا نكون موجودة هنا ويشرفني أننا ننقل هذه التجربة الفريدة والجميلة من نوعها والإنجاز الأكبر يعني مثل ما نقول فرحة العيد عيدين نحن وصلنا كأصغر فريق فتيات إماراتي ووصلنا في يوم المرأة الإماراتي 28 فالحمد الله وصلنا لهمتنا وهدفنا أن نوصل بهاليوم فكنا نشد على نفسنا أكثر والحمد الله وصلنا طبعا فيكم الخير والبركة جميلة نحن نحن نتكلم أكثر عن هذه التجربة وكيفيةكم والفكرة أنكم تشاركون في تسلق قمة كلمنجارو طبعا الجبل هذا بشكل عام نحن ما بدأنا فيه مثلا من ستة شهور نحن بدأنا نتدرب نحن بدأنا نتدرب من سنتين يعني أول شي بدأنا بثاني أعلى قمة في أفريقيا اللي هي في المغرب قمة جبل طبقال وكنا أصغر فريق فتيات إماراتي وصل للقمة بدأنا من سنتين نحن نتدرب على هالمشوار الفكريات من هالجبل يعني بدأنا من تقريبا عدد كبير من الفتيات أول شي طرحوا برنامج جاندي المغامرة منوحا بشارك طبعا كل حتشارك ويلا نروح بدأنا يعني تقريبا تقريبا تدريبات معينة جميلة قبل ما أن تخوضون هذه التجربة حتى يأهلونكم لأنه مش بشي سهل كانت نفس التصفيات يعني مثلا من أمية كنا نساوي مثلا نروح هايكينج لمكان فيتشوفون منه يتحمل فمثلا يساوون 75 الباجين طلعوا يعني يتشوفون منه عنده الكفاءة أنا يوم دشت وتحتاج الوحدة عندها قدرة تحمل عالي أكيد وصبر يعني أهم شيء أهم شيء تعلمناه صبر يعني يعني أكيد صارت لكم وايد مواقف من خلال هالواحد لازم يعني يتحلى بالصبر خبريني عن المواقف يعني مثلا يوم القمة نقول يوم القمة نحن قمنا ساعة 12 بالليل لازم أحين نقوم ونحن كنا نايمين بملابسنا يعني نحن ما كنا يعني جاهزين ما أعتقد أنها نومة أنا أعتقد هي قصة من الراحة قصة من الراحة من الساعة أربع للساعة في ماشة نحن بس يعني نجمعينا في خيمنا نحن كيف بنوصل بس نقعدين نخطط من التوتر الكبير اللي نحن عايشين فيه فإمكان أنا نمت تقريبا مر ثلاث ساعات لأننا لازم أنام فقمت الساعة 12 بدرجة الحرارة سالب 20 سالب 15 برودة جدا كم يعني ما أذكر كم طبقة نحن كنا لابسين لكن ما قدر أقول لك أني كنت دافية يعني كد بردانا تحسون بالبرودة هي كانت من أهم الصعوبات اللي واجهتوها جميلة أكيد خاصة نحن متعودين على مناخنا هنين فالعكس الكبير يعني أو التضاد الكبير اللي بينهم شيء وايد كبير فنشينا وقمنا بدأنا نمشي بالليل وطبعا البرودة تزيد أكثر فنحن نمشي ورؤيتكم مش نفس الرؤية النهارية مش واضحة يعني مو واضح هذه بعض الصور نتابعها مع المشاهدين هذه الصورة نحن نحس فيها أن كل خطوة بألف خطوة خطوات ثقيلة خطوات ثقيلة جدا هل لأنه صعود أم من أيضا من البرودة كل شيء صعود برودة كيف نحن نمشي كيف نحن يعني نحن كنا لازم نشرب ماي وكيف نقدر نحافظ على الماي وكيف نقدر ناكل يعني فيه كثير من التدريبات وفيه كثير من التعليمات من الفريق اللي كان معاكم في كل مرحلة خبرنا شوي عن هذه التدريبات وهل كانت صعبة عليكم أو تتوعبونها وتمشون فيها نحن نحن يوم بدأنا نروح مثلا هايكينج مرات مخيمات ثلاث أيام أربع أيام يعني الحمد لله نحن تقريبا معظم الجبال موجودة في دولة المرات نحن خلصناها ماشاء الله وأحب أختتم هذا يعني نحن خلصنا كل هالجبال بجبل جيس اللي كان آخر تدريب وكان هذا خلاص آخر شيء أصعبة ويعني التصفية الأخيرة طيب لما تسلقتوا قمة جبل كلمانغارو كم معا كان عددكم؟ كانت أكيد في تصفيات كم كان العدد؟ النهائي اللي قررت اللجنة أنتوا اللي تقدرون تتحملون وتصمدون حتى توصلون لهذه القمة نحن في جبل طبقال كنه دعش خلق قلت شاي قصة حزينة قصيرة صارت لي نحن كنه دعش كانوا معانا من الشارجة بنات ونحن يعني علاقتنا قوية معاهم يعني ما قدر أقول ربيعاتي هذين الخواتي كنه دعش كانت معاي أختي من تذب عفرة شيخة سارة وأسمة هذين الأربعة كانوا معاي يعني قطعة مني أنا حتى ما شاء الله هالأربعة في كل مكان لازم هالأربعة مع بعض نكون مع بعض موجودين طبقال قدرنا كلنا نوصل للقمة الحمد لله مع الوقت مثلا سارة بدأت مثلا تقول أنه أنا أحس أني ما أقدر ما أحس أني عندي الكفاءة أن أنا أوصل لكل من جاره فقالت هالشيء وبالعكس تقبلنا هالشيء منها طلعت سارة قلنا يلا وكي ما علي بالعكس هذه شجاعة صحيحة وهي عارفة إمكانيات ومهاراتها نعم عفرة تعرضت لشيء لخلص صحي أن الصبوع ريلها صار في شيء فطلت أنها تسوي عملية طلعت عفرة لانتخسرون شوية شوية من فريق تطلع جميلة تنهار أيوة فشيخة انشغلت وتمينة أنا وأسمة بس فأوكي صح هذه لك خواتي بس أنتوا كيف بتخلوني أنا ما أروح أنت معاهم كفريق أيوة وتشجعون بعض تلوحدة تقوي الثانية أكيد فأنا قبل أن أروح قبل أن نروح المطار رحت بدقهم عفرة رحت أصيح قلت لانت كيف قلتيني بروحي كان بالحق أنت بتوصلين ما بدتوصلين بروحك نحن أربعة عند غيلة نحن بنوصل من توصل غيلة نحن وصلنا وياك اعتبريننا موجودين هناك فقلت لها لا كان قلت لها تنسين أنت وصلتين لنا نحن وصلت أهلك وصلت كل مرأة أمامك ما شاء الله لما تشوف إيجابيات من هالعمرة يقولون هذا الكلام يعني ما شاء الله ما عليكم خوف في مستخدقكم ما شاء الله عليكم التدريبات كانت صعبة علينا كنا من أربع مثلا أول شي بدأنا من ثلاث أيام في الأسبوع عقوا بيومين مرات يعني يعطونا إجازة ترتاحون الشيء لكن الفترة الأخيرة كانت صعبة جدا أسبوع كامل نحن نروح من بعد المدرسة طيب الفرحة النهائية الشعور النهائي وصولكم لهذه القمة مع اليوم اللي تزامن مع يوم المرأة الإماراتية فشو الفرحة كانت كيف فرحتكم بعد تعب وتدريبات يمكن نقصانح عدد من الفريق اللي تعتبرين هم هم مساندين لكم كيف كانت الفرحة وصلنا للقمة أول شي نحن نمشي يعني كنت أنا القايد هاليوم كان في مجموعة أعلام والقايد اللي معاننا يعني تيمة أصغر متسلقة لبنانية وصلت لإفرست فكانت معاننا وتعطينها العلم تقول كل يوم وحدتنش تشوف العلم على شنطتها هي تكون قائد اليوم تذكركم تشربوه ماء يتذكركم ها فأنا طبعا خلوني للنهاية لأن أنا الوحيدة اللي يكون اللي يخلق يعني في النهاية هم عصبين أنا الوحيدة اللي يكون اللي يخلق فكنت أنا القايد هاليوم كنت وأنا أمشي كنت أصيح وأنا أشجعهم أصيح أقولهم يلا أصرغ تراث تورسل هل من التعب المسؤولية؟ مسؤولية وتعب وأنا لازم أوصلهم أي شيء ما يستوي أنا لازم أوصلهم هذه هم التلقاءت دائما وأنا أمشي أصيح ليش أصيح؟ يوم أصدل القمة أشوفها قريبة ليش أنا ما أوصل حقها؟ ليش أنا ما أصيح؟ دائما الخطوات الأخيرة هي تكون أصعب مرحلة يعني ما أقدر أقول أن هذا كل وقت أنا عندي خيار أن أرجع لأن أنا ما أرجع بعد تهب سنتين أرجع؟ لا مستحيل والله ما سنتيني وصلت كل هذه المراحل والاستعدادات والتدريبات الجميلة نبغي الشعور الشعور النهائي أول ما وصلنا طبعا قبل أن تصل إلى القمة يكون الطريج سيدة فأنا أمشي خلاص شفت علامة أن مبروك أنتوا على أعلى قمة في قارة أفريقيا خذت نفس وأنا طويل للرحلة كانت حاطة في مهباييني صورتي الشخصية قلت والله أوصل إلى القمة وأصورني معاي تصوروني معاي أنا تي رابع صورتي وتصوروني معاي أول ما وصلت للقمة حسيت أن أتعب بالخمس أيام نحن نتسنق شعور مختلف راح حسيت أن أنا صدق كنت أبرد أسرع وقت وانت اليوم فتاة إماراتية أنت توصلين بهالعمر وأيضا نحن نذكر سجايا فتاة الشارق لهم دور كبير بوصلكم لهذا المكان فكيف كنت تشوفين أن تتمثلين دولة تشوف فتاة بهذا العمر يعني نحن نمشي كنت أفكر أقول للمرة الثانية من بعد قمة جبال قال أصيح ثاني مرة أصيح أقول بيني بين نفسي أمي تعرف أني ما أقدر ليش تخليني أروح ليش توافق لكن دايما الواحد عايشة لما نوصل في مراحل جميلة من النجاح أو التمييز أو الفرحة دايما الواحد يذكر الأم والأب بالضبط نعم وهم السبب الداعم الأساسي في حياة الجميلة أكيد أمي دايما تكون موجودة معي أبوي يكون موجود معي خواتي دايما الأسرة هي الدائمة الأول لبنت الإماراتية وطبعا نحن فخورين فيك وانتقدوا مثالية لكل البنات اللي في عمرتك نبغى ناخذ منك نصيحة واجهيها لهم للي عندهم بعض المخاوف أنهم يطلعون لمثل هذه الأماكن أنا دايما أقول أو الرسالة اللي أوجهها لكل حد في المجتمع لا تتركون أي شيء يكون عائق أنكم توصلون لهدف معين أي شيء أي سبب كان تعلقوا بأهدافكم أمانيكم وأحلامكم يمكن أنت تشوفونها الحين صعبة لكن على الجدام تصير أسهل وأسهل وأسهل لازم في عزيمة وأصرار لازم عزيمة وأصرار ونصيحتي لكل فتاة إماراتية ولكل شاب إماراتي في هذا العمر استغلوا طاقتكم نحن في هذا العمر عندنا طاقة كبيرة طاقة كبيرة وهائلة أكيد سجاية فتيات الشارقة ناشئة الشباب هنا مغم قصرين موفرين لكم كل أشياء تحتاجها من خدمات من أمور أكيد فأنا إمارة الشارقة عايشة حاضنة للطفل للناشئة للكبار فبالتالي اليوم نغبطكم على هذا الاهتمام الكبير كان لدينا أيضا هذا الاهتمام ولكن مع تطور الحياة يكون هناك اهتمام أكثر بوجود حتى تطور وسائل التواصل الاجتماعي التكنولوجي التقني جميع هذه الأمور فاليوم الجميلة جميلة مبدعة جميلة الزعابة نشكرت على وجوده معنا نشكرت على هذه الإنجازات ستقدمين هذه الفتيات التي في عمرك نتمنى لك إن شاء الله التوفيق وإن شاء الله نستضيفك في المرات القادمة إنجازات مميزة مثل ما عوتينا إن شاء الله كل الشكرت جميلة أشكركم لكم هنا موجودين أشكركم لكم تدعمونا نحن الفتيات تبرزون للناس أعمالنا أشكر سجايا تستاهرون هذا الدعم الكبير لنا في صراحة دائما تبهرونا بإنجازاتكم وإبداعاتكم اليديدة فنحن نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في كل إبداعاتك وأيضا في دراستك جميلة شكرا لك على هذا الحضور المميز يعطيتك العافية ألف عافية طبعا مشاهدينا ومريا من بعد هذا الحوار الجميل مع البطلة جميلة كنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا الصباحية اليوم أتمنى أنكم استمتعتوا واستفقتوا بكل ما قدمنا لكم وأشوفكم باشر إن شاء الله في حلقة جديدة وضيوف مميزين مشاهدينا أترككم بحفظ الله ورعايته مع السلامة يجدد فيكم اللقاء غدا مشاهدينا بنفس الموعد في فقرات مميزة وضيوف مميزين انتظرونا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة